أظهر استطلاع للرأي لصحيفة نيويورك تايمز أن المنافسة لتزال محتدمة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية الديمقراطية كاميلة هاريس والجمهوري دونالد ترامب في الولايات الأمريكية السبعة الحاسمة قبل يومين من الانتخابات الرئاسية وخلال مؤتمر انتخابي في ولاية بنسلفانيا إحدى الولايات المتأرجحة وصف ترامب استطلاعات الرأي بالمزيفة حيث أظهر استطلاع تقدما لهاريس في ولاية آيوا وتقدما طفيفا لهاريس في نيفادا ونورث كارولينا وويسكنسون بينما يتقدم رئيس السابق ترامب في أريزونا ويتنافس الاثنان بشكل متقارب في ميتشيكان وجورجيا وبنسلفانيا كما أظهر الاستطلاع أن نحو 40% من المشاركين فيه أدلوا بأصواتهم بالفعل وأن هاريس تقدمت بين هؤلاء الناخبين بثماني نقاط مئوية بينما تقدم ترامب بين الناخبين المحتملين الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد بينما تنقسم معظم الولايات الأمريكية إلى أغلبية تميل في تصويتها إما إلى الحزب الجمهوري أو الديمقراطي تبقى الولايات المتأرجحة غير مستقرة في تفضيلتها الانتخابية ما يجعلها الهدف الرئيسي لحملات المرشحين في سباق الانتخابات الرئاسية والولايات المتأرجحة هي التي تتقارب فيها أصوات الناخبين بين التصويت لصالح المرشح الجمهوري أو الديمقراطي وغالبا ما تكون هذه الولايات محل تركيز كبير من قبل الحملة الانتخابية لأنها تحتوي على نسب متقاربة من الناخبين الجمهوريين والديمقراطيين ما يجعل التصويت النهائي غير محسومة سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية شهد حالة من السخونة بعد قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن لانسحاب وإعلان نائبته كميل هارس خوض الصباق بدلا عنها ورغم أن نحو خمسين ولاية تشارك في التصويت إلا أن سبعا منها فقط تحمل مفاتيح البيت الأبيض وتعد الأكثر تأثيرا في تحديد النتيجة النهائية ويعتبرها محللون ساحة التنافس الحقيقية التي تحدد حسم النتائج في الطريق إلى البيت الأبيض وفي سباق هذا العام تبرز ولاية أريزونا وجورجيا وميشيغان ونيفادا وكارولاين الشمالية وبينسليفينيا وويسكنسن كولاية متأرجحة وهي الأكثر تأثيرا في تحديد النتيجة النهائية وتحديد ساكن البيت الأبيض الجديد وبحسب استطلاعا للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز فإن هارس تتقدم على منافسها الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب بين الناخبين المحتملين في ولاية أريزونا بنسبة خمسين في المائة مقابل خمسة وأربعين في المائة وكارولاين الشمالية بنسبة تسعة وأربعين في المائة مقابل سبعة وأربعين في المائة بينما تتخلف بفارق ضئيل في نيفادا وجوجيا بهامش أربع نقاط لكن الولايات الثلاث الحاسمة التي تسمى بحزام الصدى وهي ولاية شمالي شرق الولايات المتحدة وهي بنسلفينيا وويسكنسن وميشيغان لا تزال تشغل حمالات المرشحين حيث تعتبر بنسلفينيا وأصوتها التسعة عشر في المجمع الانتخابي أساسية لفرص المرشحين في الفوز ومنذ عام 2008 كانت هذه الولايات الثلاثة بمثابة مؤشرات موثوقة لنتائج الانتخابات فأصوات المجمع الانتخابي في بنسلفينيا بالإضافة إلى خمسة عشر صوتا في ميشيغان وعشر في وويسكنسن تكفي لتصدر المرشح الرئاسي في السباق لضمان الحصول على مائتين وسبعين صوتا وهي الأصوات اللازمة للوصول إلى البيت الأبيض وبحسب خبراء فإن ولاية بنسلفينيا لديها احتمالية أكبر من ضعف أي ولاية أخرى لتكون هي المحدد للفوز بسباق البيت الأبيض لهذا العام نحو مائتين واربعين مليون شخص يحق لهم التصويد في انتخابات الولايات المتحدة ولكن من المرقح أن يحسم عدد صغير نسبيا منهم مسألة من سيصبح الرئيس القادم